رمضان كريم ويسعد أوادكم متابعي المطبخ الشامي معكم الشيف مروة بالبداية سؤالي لكم من أي بلد عم تتابعوني كتبولي بالتعليقات وإي وصفة حابي نزلكون إياها كمان اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله بعملكون إياها بقى قرب وقت ممكن بوصفة اليوم رح أقدم لكم القطايف العصفيري لكتير طيبة بشهر رمضان المبارك وكمان حابي أعرف أنتوا ببلدكم شو بتسموها اليوم رح نعملها بطريقة كتير سهلة ورح نتعلم كيف نعمل إشطة المنزلية كمان بطريقة كتير سهلة وبسيطة تابعوا معي الفيديو للآخر وتعالوا نشوف طريقة التحضير بالبداية رح نحضر العجينة الأطايف رح نحتاج لتت أقواب من الطحين والطحين لازم يكون منخول ورح ضيف عليهم نسكوب من السميد الناعم وفيكن تستخدموا السميد الوسط حسب المتوفر عنكن ورح ضيف عليهم علعتين كبار من السكر ومع الأكبيرة من نشاة الدرة طبعا كمان إذا حابي نتقول الأطايف النشاة بيعطيه أرشاء كتير طيبة للأطايف بالإضافة لمع الأصغيرة من كربونات الصوديوم وفيكن تستبدلواها بالباكين بودر وآخر شي رح ضيف عليهم ربع مع الأصغيرة من الملح هيك المكونات الجافة صار جاهزة معنا هلا رح أقلبهم مع بعض بشكل كتير منيح وهلا رح نزل عليهم المي بالنسبة للمي لازم تكون عندنا المي ضافية رح نحتاج لثلاث أقواب من المي رح نزل المي بالتدريج مع التحريك المستمر بخلطهم بشكل كتير منيح حتى يصير عندنا الخليط ناعم وما فيه أي تكبتولات وبهالمرحلة إذا استخدمتوا الخلاط الكهربائي بيكون أفضل بكتير بس أنا حبيت أعملكون ياها بأبسط طريقة ورح نحصل كمان على نفس النتيجة ومنستمر بالتحريك من خمس لسبع دقايق لحتى نحصل على خليط ناعم هيك الخليط صار عندي قوامه ممتاز هلا رح حصفي لحتى نتأكد أنه مضى أي تكبتولات بالخليط وبعدين رح غطيه وتركه يرتاح وتخمر لمدة نص ساعة وهلا رح نحضر الإشطاء رح نحتاج لليتر من الحليب فيكن تستخدموا أي نوع حليب متوفر عنكن هلا برفع الحليب على النار أول ما يسخن الحليب قبل ما يوصل لمرحلة الغليان رح ضيف عليه ربع كوب أو ربع فنجان من الخل الأبيض بنزل الخل بالتدريج ورح أتركه يغلو على النار مدة خمس دقايق لحتى تطلع كل الإشطاء أو الأريشة هلا رح أبدأ شيله من الطنجرة بعد ما طلعت معنا الأريشة بهذا الشكل هلا رح أبدأ شيله من الطنجرة وصفيه منيح حتى تنزل كل المي اللي فيها وهي هي كمية الإشطاء لتلات عندي من لتر الحليب هلا رح صفيه بشكل منيح مرة تانية ورح أتركه لحتى تبرد وهلا رح نحضر للجزء الثاني من الإشطاء اللي بيخليه تتماسك أكتر مع بعضها وبيعطيها طعمة كتير طيبة رح نحتاج لقوبة من الحليب ورح أضيف عليه مع الأكبيرة من السميد الوسط بالإضافة لمع الأكبيرة من نشاء الدورة أو الكورنفلاور وحركوا مع بعض على البارد بشكل كتير منيح وهلا رح أرفعه على النار ومنستمر بالتحريك وأول ما يبدأ يغلى عندي المزيج شوية القوامة رح أضيف عليه مع الأكبيرة من السبدة اللي بتعطيها طعمة كتير طيبة ومنستمر بالتحريك ورح أتركه على النار مدة ضيقتين وبعد هيك رح تطفي النار وهيك بيكون قوامة هلا رح شيله ورح أضيفه فوق الإشطاء لطلعناها من الحليب وبحركه مع بعض بشكل كتير منيح وآخر إضافة رح أضيفه هو المازهر اللي بيعطيها نكهة كتير طيبة وهي الإشطاء فيكن تستخدموها لكل أنواع الحلويات طريقتها مثل ما شفتوه كتير سهلة وبسيطة وبهيك الإشطاء صارت جاسم معنا وهلا رح ننتقل للخطوة اللي بعدها وهلا بنا نحضر للقطر أو الشيرة بنحتاج لتة أقواب من السكر كوبين والمي بحطهم على النار وسط بدون تحريك حتى ما يسكر معنا القطر وضيف عليهم شرحة ليمونة وبتركها على النار مدة خمس دقائق وبهيك القطر صار جاهز معنا هيك عجينة القطيف بعد ما رتاحت بعد نص ساعة هلا رح أسقب الخليط بأنينة حتى يكون عنا أسهل بالقلي وفيكن تستخدم معلقة أو كيسة حلويات حسب المتوفر عنكن وهلا رح أبدأ نزل الخليط بقلب المقلاية والمقلاية لازم تكون سميكة حتى ما تحترق مع كل العجينة طبعا المقلاية كمان لازم تكون حامية محمينة قبل بخمس دقائق على نار متوسطة رح أعمل للهون قطعة صغار لأنه عم نحضر قطيف عصافيري ومثل ما قلون ملاحظين السقوب اللي عم تظهر دليل إنه العجينة ناشحة ومختمرة بشكل كتير منيح إذا لاحظتوا إنه سقوب العجينة كتير كبار بيكون العجينة بحاجة لإضافة شوي من اللطحين طبعا هذا بيرجع لحسب نوعية اللطحين أنتو عم تستخدموه وتركها حتى تجف من الحواف للوسط حتى تنشف تماما بهذا الشكل ورح جيلها ورح قطيها مباشرة ورح كفي بقي الكمية بنفس الطريقة هيك بعد ما انتهيت من تشكيل الأطايف هي الكمية لطلعت عندي من المقدار اللي حضرته معكم طبعا منضل مغطين الأطايف حتى ما تنشاف وضل طريق هلا رح نحشي الأطايف بحط معلقة من الأشطاء بقلب الأطايف وبسكر طرفه بس من تحت بهذا الشكل بضغط عليها بكل سهولة بهي الطريقة ورح نحصل على هذا الشكل الحلو رح أعمل معكم كمان قطعة تانية وهي الأطايف إذا حبيتوا فيكن تقلوها أو تحجوها بالجوز أو المكسرات هذا برجع الكون وحسب الرغبة نحن هون عم نحضر أطايف عصفيري بتتاكل نية بدون ألي وهيكو يكون الأطايف صار جاسة معنا بهذا الشكل الحلو قدمتها بشكل ناسب شهر رمضان المبارك وزي أنتها بالفستو الحلبي قدمت لكم ياها بأبسط طريقة وإن شاء الله رح تنجح معكم من أول مرة إذا تزنتوا بالمآدير وطريقة التحضير وهي كانت وصفتي لكم لليوم بتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا وإذا عجبتكم فضلا منكم ما تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصحابكم وإذا لسا ما اشتركتوا بقناتنا على اليوتيوب بتمنى منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيه ليسوا لكم كل شي جديد بوصفاتنا وانتظروني بوصفات وطبخات جديدة من المطبخ الشامي مع مروة شكرا لكم شكرا لحظة متابعتكم